موسيقى يعطيكم العافية أحلى صبايا وأحلى متابعات أهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة وجبال الغداء رح نحضر مع بعض اليوم الششبراك الكزبي رح نعملها بطريقة جدا بسيطة والطعم أكثر من مميز أهلا وسهلا بكل الصبايا اللي نضموا جديد للقناة نورتوني أكيد وشكرا كتير على المتابعة للصبايا القديمات خلينا نشوف وصفتنا لليوم في البداية هون رح أحضر حبة من البصر رح أفرمها على اللوح لقطع صغيرة ناعمة وممكن هون تستخدموا محضرة الطعام حتى تحصلوا على هاي النتيجة رح أقلب البصرة مع الزيت النباتي تقريبا ملعقتين رح أرفعها على النار لتدبل البصرة رح أضيف عليها نصف كيلو من اللحمة المفرومة الناعمة طبعا لحم بقري هون أنا رح أستخدام بقلبها كتير منيح مثل ما أنتوا شايفين حتى تتعصج اللحمة طبعا على نار متوسطة لأن ما بدي اللحمة تنزل منها أي سوائل هلأ هون بضبط بهارات اللحمة اللي هي عبارة عن الملاح والفلفل الأسود وبهار اللحمة طبعا البهارات والملح حسب التذوق وكيف ما أنتوا بتحبوا ممكن تضيفوا أي نوع تاني من البهارات برضه برجع القوم لكن هذول الثلث بهارات هم أنسب إبهار للحمة حتى ما يتغير طعمها كتير هلأ ما رح تاخد مننا وقت مجرد تقريبا عشر دقائق كل عملية استواء اللحمة بتكون جاهزة هلأ بتنجرة تانية يفضل تكون ستانليس رح أضيف فيها لترين من الماء المغلي رح أضيف عليهم رشة ملح بسيطة وملعقتين من الزيت النباتي ورح أعمل عملية صليق للمعكرونا هلأ أنسب شكل من المعكرونا اللي هو شكل استضفة هو اللي رح نستخدمه لعمل الششبرك هلأ هاي العجينة تقريبا يعني بالشكل بتشبه شكل الششبرك بعد ما يجهز هلأ رح نطبخها بنفس الطريقة بس بدل العجين رح نستخدم أشكال المعكرونا بعد ما يتم عملية الصلاق طبعا بنصف فيها بالمسفاي وبدنا نحطها هون بوعاء حتى تبرد لحتى ما نبدأ بعملية تحضير اللبن بالنسبة للبن هون اللي رح أستخدمه عندي هون تقريبا نصف كيلو من اللبن أنا قسمت لنصفين استخدمت تقريبا تلتين لبن رايب والتلت استخدمته لبن إنعاج ضفت لهم تقريبا ملعقتين من النشا على البارد بقلبهم كتير منيح ورح أرفعهم على النار لتدوب اللبن لأنه كان عندي طبعا بالفريزر أنا حاطته هلأ رح أدوب كل اللبن مع بعض وأسخنه على الغاز حتى نحصل على لبن اسميك بالقوام طبعا هون ما ضفت أنا الملح لأنه لبن لنعاج برضو فيه حمودة هلأ منضبط الملح بس نشوف كيف المضاق طبعا إذا احتاج ملح ممكن نضيف أول خطوة هون بعد ما سخن معنا اللبن ووصل لدرجة الغليان رح نضيف عليه اللي هي أشكال الماكرونا رح نحاول إنها تتغطس باللبن وتتنكه مزبوط ورح نخليها تغلي مع اللبن بس هلأ بعد ما قلبناها رح نضيف اللحمة بالنسبة لللحمة تقريبا هو كان نص كيلو رح أرفع منه أنا جزء بسيط فقط للزينة وضفت هون ملعقة كبيرة من مهروس التوم أنا هون حضرت التوم حتى أعمل التقلاية إلها بس ضفت منها تقريبا ملعقة حتى أحصل على نكهة أقوى لللبن هلأ بقلبهم مع بعض وبتركهم ليفصلوا للغليان غلوة وحدة رح أضيف عليها التشا اللي هي عبارة عن التوم المهروس رح أقليه بالسمنة طبعا في البداية هون قليت اللوز وجهزته حتى بنفس السمنة اللي أنا جهزت فيها اللوز رح أقلي فيها اللي هي التوم بس بدي أضيف عليها تقريبا ثلاث ملاعق من الزيت النباتي هون يعني التوم حسب الرغبة والكمية ممكن هون تستخدم الكزبرة الخضرة وممكن الكزبرة المجففة أنا هون عندي مجففة أنا طاحنتها على المحضرة وهلأ رح أضيفها عليهم ما شاء الله الريحة أكثر من مميزة عن جذبة شاهي كأنه عاملين شش برك عادي بالعجين هلأ رح نترك الطبخة كلها مع بعض لا تتسبك كمان غلوة يعني لمدة عشر دقائق على نار متوسطة هيك صارت جاهزة للسكب ما شاء الله ما شاء الله الريحة كثير كثير شهية ومميزة يعني مرات كثير ما بيكون عندنا وقت أنه نعمل للعجينة فهالطريقة صدقا إنها بتشاهي عن جاد مميزة هلأ منا نزيين الصحين أو طبق التقديم بالبقدونس واللوز واللحمة طبعا بتوزعوا حسب ما أنتوا شايفين مناسب كيف يعني ما بتحبوا ممكن تضيفوا كل السطح تغطوا برضو باللحمة وتحطوا عليه المكسرات أي نوع مكسرات أنا هون كنت عاملة اللوز متل ما شفتوا قبل ما أعمل فيها التوم والكزبرة رح أرجع كمان عظيف كمان لوز هلأ لأنه كان ساخن مع السمنة من شاء الله من شاء الله الريحة عن جد عن جد روعة وبتشاهي شو رأيكم بهالطباق أكيد إنه طباق بشرفك حتى لعزومة أو لمناسبة ممكن تحضري طعمه أكثر من مميز سهل بالتحضير ما أخذت كل الطبقة تقريبا نص ساعة حصلنا على طبق كتير مميز شاهي بتمنى إن شاء الله إنكم تجربوا وإن شاء الله إنه بنال إعجابكم بتمنى لو أول مرة بتزوروا القناة تنوروني بالاشتراك تضغطوا على الجرس للكل حتى يوصلكم كل جديد بنقدمه يزهد كل أوقاتكم أهلا وسهلا فيكم وصحة وألف عافية شكرا لكم على حسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر